في إطلالتنا لهذه الليلة في عنا عدة عنوين بدي بلش بجريمة مقتل الشيخ أحمد الرفاعي وما أحيط بهذه الجريمة قبل كشفة من اتهامات وفرضيات وأمور عديدة كادت تؤدي إلى أو تلعب على وطر المذهبية وعلى وطر الفتنة وإلى ما هنالك جاء عزيز هل هذا يؤشر إلى مدى هشاشة الوضعين الأمني والسياسي بالبلد يما شو؟ مثلا خير يا سيد جوجب أكيد هذا مؤشر آخر من مؤشرات انحلال الدولة في لبنان وإندي ثارة وتفكيكة بشكل عن جد عم تتدمر قطعة قطعة وهون في مؤشرين اتنين المؤشر الأول هو أنه وقت اللي بتنحل دولة بتنفك بتروح الناس على العصبيات اللي مدون الدولة بتروح على الطائفة على المذهب على العشيرة على القبيلة على الزعيم على العيلة وهذا اللي شفناه بقصة عنكار بمجرد مصار حادثي دغري العصبيات يلي تحت مفهوم الدولة برزت على السطح وبلشت الغرائز والتصريح الغدادية والاستفزازات المذهبية على كل المستويات المؤشر الثاني هو مؤشر الحادثة بحد ذاتها يلي كمان دليل على أديش الدولة انعدمت بلبنان إنه حادثة أو إشكالية عمره أكتر من عشر سنين بضيعة محددة في مشاعات بمئات ألاف الكيلومترات في أكتر من خمسة عقار في مئة وخمسين منزل ما حدا من هذه الدولة على مدى أكتر من عشر سنين تحرك جديا ليحل الموضوع في إطلاق نار في جرحة في أحراق سيارات على مدى سنوات في مرتين السلطات الإدارية رافع الحصاني عن المشتبه فيه بالجريم اليوم ما حدا تحرك مرتين رفعت الحصاني يروح على التحقيق ويرجع يطلع فهيدا كمان مؤشر آخر عن انخلال الدولة فمشانك عم نقول وقت اللي بتفقد الدولة بيصير عندك شغلتان بتروح بتحمي حالك بقبيلتك وعشيرتك وطيفتك يلي هني أسوأ ما يمكن موجود عنا بالبلد ومن ثاني ماير بتصير تستعمل القوة وبتتحول إلى شلا مصطي وأبضاي حي مما بيؤدي إلى كوارث مثل اللي شفنا بعكتا حسين أيوب إلى ماذا يؤشر كل هذا العمر؟ أول نقطة يعني مثل ما عم نقول موضوع هشاشة البلد بالمعنى السياسي والأمني هاي الحادسة بتفرجيك أنه إذا اليوم في حدا عنده أجوندا بالبلد ما في أسهل من الاستثمار بالمعنى السياسي والأمني شفنا يعني من لحظة الاختفاء الشيخ اللي يرحمه كيف أول شي بلشت اتهامات لأجهزة أمنية عم نحكي تحديدا الأمن العام ثم الحديث عن مخابرات الجيش ووصولا إلى اتهام حزب الله بهذه الجريمة طبعا إخديم يعني الاعتبار أنه هني بيعرفوا الشيخ ومواقفه وشو كيف يعبر على السوشيال ميديا بخطبه كيف بموقفه من حزب الله هلأ واضح أنه القيادات الدينية والسياسية والأهلية بمنطقة عكارو عموما بشمال بالإضافة للمظلة الكبيرة اللي عملها سماحة نفتي جمهورية وحتى إذا بدك تاخد القوى السياسية نفسها يعني تيار المساقبل وغيرها كان موقفهم رزين ورسين يعني ورسين بها المعنى الإشكالية واضح كانت عند بعض الأبواق اللي طلعت استغلت الحارثة عم نحكي هون عن ظاهرتين اللي هن تحديدا العميد حمود وخالد الظاهر استغلوا هذه المأساة والفاجعة الكبرى لتوجيه أصابع الاتهام لجهة سياسية وتركيب سيناريوات والحديث عن الحارثة الثورة والحديث عن أنه كلفوا جهاز لبناني وإلى آخره أنا رأيي هذا الموضوع مش لازم ينسكت عليه أبداً أنا رأيي هؤدي هاتان الشخصياتان لا تعبران فعلياً عن مزاج وانطقة عكار نهائياً أساؤل إلا باللي عملوه وهذا بيتطلب إنه يدخل كل حدا بالدولة مسؤول إن كان قضاء ولا غير قضاء يقول إنه هذي هكذا حالي شو ممكن نعمل وأنا بقول إنه مش مستبعد إنه تكون فيه جهات داخلية أساسية بيدفع هذه الشخصيات إلى تبني هكذا مواقف ما رح فوت من هذه الجهات السياسية ما رح أقول ولكن خارج البيئة يعني لا خارج البيئة حتماً خارج البيئة الشمالية يعني أو العكارية أو السنية أو الاستقبلية خارج البيئة الشمالية وخارج البيئة الشمالية تدفع باتجاه هذا الخطاب وتدفع باتجاه خطاب المواجهة وصار فيه مصارحة مع قوى سياسية بالذهاب إلى المواجهة وكان فيه رفض من مجموعة قوى سياسية بهذا الدفع بهذا الاتجاه هي قلت لي جهات محلية ولا خارجية؟ لا لا جهات محلية جهات محلية ما بدك تفوت بالأب ما بدنا نفوت حتى إذا بده يصير فيه دعاوة وبعدين ما أنا أنطال تنطال أنت والجديد يعني عنا سواب قبل يعني تبقوا لو حملنا إياها لا فبالا ما نفوت بهذا المواجهة فهي دي بالجزء الأول الجزء الثاني أنا برأيي بالمعالجة لهذا الموضوع فيه جزء منه عدم ترك هاي الإشكالات اللي صايرة بالمناطق مليح اللي أهله كان موقفهم كمان عائلته كمان موقفة كان يعني يسجل لأهلهم ويقدروا على موقفهم وبنفس الوقت فيه حدا مسؤول عن البلد صحيح أنه الجيش هو المسؤول الأول وباقي المؤسسات الأمنية بس حزب الله يجب أن يأخذ من هذه القضية عبره وأنا هون يعني عندي أنا هون بقول أنه موضوع يعني خليني هون بس أعمل باهم والزوجان نتذكر كل إيتنا قبل التحرير يعني عندما يعني برزت ظاهرة السراية اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي بوقتها وأعلنها لسيد حسن نصر الله بمؤتمر صحافي وكان الأعلام اللبناني والعربي والأجنبي وأخذت مداها بالفضائيات ومشتات جرايد وهي كانت تعبير عن أنه في شريحة لبنانية وشبابية وشباب وبنات لقوا أنه هن بدون ينخرطوا بهذا الخيار المؤومة بوهج المؤومة قبل التحرير عام 2000 وإجت الصيغة السراية حلت هذه المشكلة لهون ناس المندفعين على هذا المحل طيب نحن عم نحكي بعد 23 سنة على التحرير هل هذه الصيغة مازالت صالحة لذاك الزمن أو هذه الصيغة ممكن تتحول بلحظة من لحظات على حزب الله نفسه المطلوب المطلوب إعادة النظر بهذه الظاهرة وعدم تركها كعنوان يطلطوا فيه بعض الحالات خلينا نسميها شاذة أنا أقله بعرف ببيروت يعني صاروا فيه ناس عم بيحكموا شوارع وبيحكموا بموضوع الكهرباء وموتيرات الكهرباء والإنترنت والماء والآخره والباركينج هو دي تحت عنوان مسمى السراية حتى نحافظ على المقاومة حتى نحافظ على المقاومة وعلى هذه الظاهرة عندما ولدت هذه الظاهرة بدك تلاقي صيغة تعيد النظر فيها بهذه لأنه عم بقول أنت مسؤول عن الأمن بلبنان أنت واحد من المسؤولين الأساسيين عن الأمن بلبنان لأنك في هذا الموقع مسؤول أنت فبدك تقطع الطريق على أي محاولة للاستثمار وشفنا نموذج هلأ جديد خليني اختم الحديث عن هذه النقطة قبل ما انتقل الحركة العربية تجاه سوريا وربطاً بلبنان وتأثيرها على لبنان وعلى الساحة الرئاسية جون عزيز هل في مخاوف على الوضع الأمن بالبلد يعني إذا عم نقول هش وضع البلد سياسياً وأمنياً واجتماعياً وسهل كتير اللي عنده أجندات أنه يلعب على وطر معين هل في خوف على الأمن؟ تكون واضح خوف بمعنى تكرار 13 نيسان 75 لا لأنه موازين القوى الداخلية والخارجية غير مطابقة خوف من تكرار 7 أيار 2008 لا لأنه بيعرف حزب الله كتير منيح أنه أي انتصار عسكري في لبنان سيدفع ثمنه في السياسة بدليل 7 أيار بحد زيته يلي الطر يروح على الدوحة يدفع ثمن بالرئاسي وضل يدفع من 2008 إلى 2016 إنما هناك خطر أكبر هو تحلل الدولة تفكك الدولة مثل كأنه في حدا أخذ قرار أنه هذه الدولة يجب تدميرها بالقطعة كان عم بيقول هلأ زمين الحسين استاذ جوج هلأ بهذه اللحظة من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال هلأ نحن وقاعدين في مشاعات وأملاك عامة عم بيتم الاعتداء عليها عم بيتم استباحتها عم بيتم مصادرتها في دولة بإمه وأبوه عم تتفكك ما في حدا بهذه الدولة قادر يحكي مع أي إنسان إذا أكبر جهاز راح بده يراجع لك يخير فيه هاي أملاك عامة اللي بيطلعوا بيقولوا أنه نحن ضد معالجة الفجوة المالية باستثمار أصول الدولة ليش خليتوا أصول الدولة ما نهبتوها أنا عم بأكد لك بهذه اللحظة ما في أي جهاز بيسترجي يتعاطى مع أي متر أرض استبيحات على الأملاك العامة على المشاعات نقلة من الجمهور إلى البلدة إلى الخاص تسجيلها وغاية كارسة هيدا أنيار السؤال المطروح على أول شي حزب الله إذا هيدا البلد ما بأ بدك إيه قلنا لصالح أي صيغة بدك إذا بدك هيدا البلد قلنا كيف بينبنى والسؤال نفسه ما تروح على الكل على البقيين إذا برأيكم إنه هيدا ما بأ يسوى قلو لنا شو البديل إذا بعدكم متمسكين فيه قلو لنا شو عم تعملوا لا تبنوا نقذو بس هيك يعني هذا الأسبوع مسؤول بالإي أف سي بأعتقد بقالك 220 ألف لبنان غادروا لبنان بالتنين وعشرين وبيتوقع قدهم بالتلاتة عشرين وبيطلعوا بينظروا عليك بالوطنية الحركة العربية بس قبل الحركة العربية بس خليني أقول شغلة دور فرع المعلومات أو شعب المعلومات اللي بدك تسميه كان دور مهم ونحن هون مش عم نعمل مجاملات يعني ليش عم بحكي دور مهم لأنه فعلا هذا الجهاز وتحديدا يعني اللي عراسه العميد خالد حمود وأنا ما بعرفه لا شخصيا ولا باتصال نهائيا بس عم بيثبت أنه عن جد منقماشي آخر ما بقي من ملامح الدولة يلي ضابط الإبن الدولة يلي مش حاكمته أجندة سياسية أخد وقته وقاد التحقيق بحرفية عالية ووصل لنتائجه وأعلنها بالوقت المناسب كنا عم نحكي البلد بحاجة إلى صمامات أمان المرة الماضية صمامات الأمان كنا عم نقول لازم تكون موجودة في كل المواقع السياسية والقضائية والأملية والاقتصادية والاجتماعية واحد منا خالد حمود مثل ما أننا كنا عم نقول المرة الماضية أنه نقارب موضوع عبدالسبر على سيرة